بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن سيد صاحب هذا المقام ورضي عنا معه وبه وبعد فنتابع القول في قراءة وشرح الأربعين الرمضانية والمسمى الأربعون الحسان في أحاديث رمضان أيضا الحديث العشرون والذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وهو من أشهر ما يكون من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني الذي يكون صائما ويشهد الزور ويقول الزور ويلعن هذا ويجور على هذا ويظلم هذا ويتجاوز حدوده مع هذا ويقطع هذا يقطع ما أمر الله به أن يوصل ويصل ما أمر الله به أن يقطع وأطلق نظره في الشهوات ينظر إلى هذه وتلك عبر الشاشات أحيانا وبطريق مباشر أحيانا ولا يتورع وهو صائم أن يرى شيئا محرما لا يتورع كأن الله يقول له ما بقي عليك إلا أن تأكل وأن تشرب وفقه فلو أنك ذهبت فأكلت وشربت لكان خيرا لك ليس هناك فائدة من صيامه هذا معنى الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وبالعقل والمنطق صحيح هذا معنى جليل ما الذي يستفيده ربنا من امتناء عبد عن طعامه وشرابه وفي الوقت نفسه يذهب فينال من عرض من أعراض الناس ومن أموال الناس ومن عورات الناس ما الذي يستفيده أيضا هذا الإنسان لا أقول مولانا جل جلال الله لا تنفع طاعة ولا تضره معصية ما الذي يستفيده الإنسان إذا هو مثلا صام وصرق مثلا والعياذ بالله بالتأكيد بالتأكيد صيامه صحيح لكن غير مقبول صحيح لأنه امتنع عن الطعام والشراب يعني في حكم أهل العلم والفقه أنه صائم صحيح لأنه أمسك يعني امتنع لكن عند الأولياء ليس بصائم لأن صومه ليس مقبولا ويؤكد هذا الحديث الذي ذكره أهل السنن حديث المرأتين التي جلست إحدهما إلى الأخرى تغتاب وتنم وإلى آخره فجئ بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للأولى قيئي وقال للثانية قيئي فقعت الأولى دما ولحما والثانية كذلك حتى امتلأ الإناء سبحان الله فقال النبي شوف انظر إلى الحقيقة قال رسول الله هاتان صامت عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله يعني كان بالأولى إنها لما تمتنع عن الطعام والشراب إنها تمتنع عن أعراض الناس ولذلك الآية القرآنية صريحة في توضيح هذه الصورة وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا نظروا إلى هذا المعنى يعني أنا الآن مثلاً والمثال في أن لو أمسكت بأصبع أحدكم أعزكم الله ورأيتموني أمسك بهذا الأصبع وأعضه تقولون عني أنني مجنون قولاً واحداً أنا صحيح أنا في حكم المجنون كيف أمسك بأصبع إنسان وأعضه طيب ماذا لو أكلته لو أكلته واحدة عقلة أو أنملة منه أنا أكثر جنون إن هذه الصورة هي التي عناها مولانا قصدها يعني في قوله ولا يغتب بعضكم بعضاً أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً لأن الإنسان إذا اغتاب إنسان يعني أن تكلم في عرض قال هذا إنسان بخيل أو قال هذا إنسان فاسق أو قال هذا إنسان ترك للصلاة أو قال هذا إلى آخره كأنه يأكل لحمه حياً على الحقيقة الأمر صعب ولذلك من الضروري أن نفهم هذه المعاني على الحقيقة ليست من باب الوعز حقيقة وكأن الله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرتموه أنتم لا تأكلون لحم أخيكم ميتاً أنتم تأكلون لحم أخيكم حياً هذا المعنى أنتم تأكلون لحمة يعني هذا المغتاب أنت تأكلون لحم أخيكم حياً الله اللهم عفنا وعفنا وبصرنا بعيوبنا وأعنا على صلاح أنفسنا